إنه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور موفق كدسة في شهر هو أعظم شهور العام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولعلنا في هذا الشهر المبارك أن نتكلم عن موضوع هو من أهم المواضيع في حياة كل مسلم ومسلمة ألا وهو عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلا عن ربنا سبحانه وتعالى هذا هو أعظم معلوم يعرفه الإنسان وأعظم علم في الإسلام هو علم الأسماء الحسنى وصفاته العلا قال أهل العلم إن شرف العلم من شرف المعلوم ليس هناك معلوم أعظم من ربنا سبحانه جل في علا ولذلك على المسلم والمسلمة أن يتعرفوا على الله سبحانه وتعالى المعرفة التي يكون لها أثر في العمل في الفعل في الاعتقاد في السلوك في الأخلاق في الخلوة في الجلوة في الليل في النهار يكون التعامل مع الله سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك اعلم أيها المسلم أنه لا إله إلا الله ثم قال واستغفر لذنبك ثم اعمل بعد ذلك لذلك المسلم والمسلمة لا بد أن يتعرفوا على الله سبحانه وتعالى المعرفة اللائقة بربنا سبحانه وتعالى ولن نحط به علما ولكن على الإنسان أن يتزود من المعرفة أن يتزود من معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى من كان بالله أعرف كان له أخوف لذلك يقول مالك بن الدينان رحمه الله خرج أهل الدنيا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قالوا وما أطيب ما فيها قال معرفة الله سبحانه وتعالى ويقول الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله أصل التفاضل بين الناس إنما هو بمعرفة الله ومحبته وإذا كانوا يتفاضلون فيما يعرفونهم من المعروفات فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم كلما ازدادت معرفة الله في قلوبنا كلما أحببنا الله سبحانه وتعالى وكلما تعلقنا بالله سبحانه وتعالى وكلما انقدنا لله سبحانه وتعالى وكلما عشنا في حياة سعيدة رغيدة جميلة قال الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة قالوا ما هي قال جنة الإيمان جنة الإيمان هي أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته بما يليق به بما لا يليق به بتنزيهه بتسبيحه سبحانه جل في علاه لذلك يقول في غزباد رحمه الله المعرفة إدراك الشيء بتفكر وتدبر الأثر قال بعضهم معرفة الله عز وجل هي ثمرة التوحيد والمراد معرفته بصفاته الواجبة له مع تنزيهه عما يستحيل اتصافه به معرفة ناشئة عن الأدلة اليقينية قد يقول قائل هل هناك مسلم لا يعرف الله أقول مع الأسف نعم بل لو قلت ولا أبالغ أن أكثر من تسعين خمسة وتسعين في المائة من المسلمين لا يعرفون الله عز وجل المعرفة اللائقة بربهم أكثر الناس يعرفون الله معرفة عامة الذي خلقنا الذي يرزقنا الذي بيده كل شيء لكن نريد أن نتعرف على الله عز وجل بأسمائه حسن جميعها بصفاته الحسن العظيم جميعها فكلما زاد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما تعلق القلب بالرب سبحانه جل في علاه فيأنس به في كل أحواله يكون دائما مع الله في كل أوقاته هو مع الله أينما ذهب أكثر الناس يعرفون الله معرفة مقتببة بمعنى من جهة دون أخرى من عرف الله عز وجل بأسمائه الحسن وصفاته العلا عرف الله ومن قصر في شيء فقد قصر في المعرفة قال ابن القيم رحمه الله الرب تعالى يدعو عباده في القرآن الكريم إلى معرفته من طريقين أحدهما النظر في مفعولاته أي النظر في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فالإنسان حينما ينظر في المخلوقات يتعرف على رب هذه المخلوقات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد بل والله يكفي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فالمسلم حينما ينظر في الكون وفي الخلق يقوده ذلك إلى معرفة رب هذا الكون ورب هذا الخلق وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولذلك هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى أن المسلم يتفكر في الكون يتفكر في السماوات يتفكر في الأرض يتفكر في المخلوقات فيقوده ذلك إلى معرفة رب المخلوقات سبحانه جل وعلا الطريق الثاني التفكر في آياته الشرعية في القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولذلك المسلم والمسلم حينما يقرؤون القرآن ويتفكرون في القرآن يقودهم ذلك إلى الإيمان بالله سبحانه جل في علاء فلما الإنسان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ الآيات يعلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى هذا يزدهم أعرف بالله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم المسلم لما يمر على هذه الآيات وأمثالها يعرف الله سبحانه وتعالى من خلال الأسماء والصفات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أن كلما زادت معرفة الإنسان بربه زادت خشيته من الله وزاد تقواه لله عز وجل ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا إذا جعت المعرفة والعلم بالله جعت التقوى جعت التقوى كلما زاد العلم بالله زاد التقوى لله سبحانه وتعالى زادت المراقبة لله سبحانه وتعالى لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لماذا العلماء هم أكثر الناس خشية لله لأنهم هم أعرف الناس بالله سبحانه وجل جل في علا ولذلك ربنا عز وجل ماذا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أبدا ما يمكن لذلك الإيمان بالله عز وجل ومعرفة الله سبحانه وتعالى سيكون لها أثر عظيم جدا على ردود أفعالنا على تصرفاتنا على سلوكنا نبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله تارثهما ما ظنك باثنين هنا العلم اليقين الذي كان عند رسولنا صلى الله عليه وسلم جعله يطمئن إلى أن الله عز وجل لن يخذله ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع سيفه في الشجرة جاء أحد الكفار وأخذ السيف ورفعه على رسول الله قال يا محمد من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من الرجل هذه المعرفة التي نريدها الثقة بالله عز وجل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل أبو الأنبياء يربط ويقذف بالمنجنيق في النار فيأتيه جبريل جبريل يدمر الأرض من عليها فيقول يا إبراهيم ألك بحاجة فيقول أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم حسبي الله ونعم الوكيل مباشرة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يعرف ربه عز وجل مع أن جبريل قادر لكن لا الثقة بالله وأن الله لن يخذله موسى عليه السلام يتقدم ببني إسرائيل ويأتي فرعون وملأهم من بعده الله عز وجل يصور هذا المشهد قال الله عز وجل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون خلاص البحر أمامنا وفرعون خلفنا مدركون لكن الذي يعرف ربه عز وجل المعرفة الحقيقية قال كلا موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين ما النتيجة فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ونجى الله عز وجل بني إسرائيل وأهلك الله فرعون في لحظات هذا الذي نريده من هذا البرنامج أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى هذه المعرفة التي نترقى بها درجات وسلم الإيمان التي نعيش في الدنيا جنة قبل جنة الآخرة التي نعيش مع الله عز وجل في كل أحوالنا نشكو إلى الله همنا وغمنا وحاجتنا ننطرح لله ندعو الله سبحانه وتعالى نلوذ بربنا سبحانه وتعالى القادر سبحانه القدير المقتدر الذي كل شيء هو بيده ولذلك لا بد للمسلم والمسلمة من معرفة الله سبحانه وتعالى قال بعضهم من ازدادت معرفته زادت هيبته والمعرفة توجب السكينة من ازدادت معرفته بالله سبحانه وتعالى زادت هيبته لله سبحانه وتعالى والمعرفة توجب السكينة الذي يعرف الله سبحانه وتعالى لا بد أن يرزق السكينة من الله لم ينتهي موضوعنا نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين